أهلاً وسلامكم لنتابع دراسة تمثيل الأداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلامية في الدرس السابق تعرفنا على طريقة المتمم الثنائي لتمثيل الأداد السلبة والأداد بإشارة بصفة عامة ورأينا ما هي الخطوات المتبعة لتحويل عدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي بهذه الطريقة في هذا الدرس سنرى طريقة التحويل في الاتجاه المعاكس أي من النظام الثنائي إلى النظام العشري وسنحاول الاتماد على نفس الأداد التي وصلنا إليها في الدرس السابق لنرى كيف يمكن أن نصل إلى الأداد التي انطلقنا منها أول مثال كان لدينا حجم أن يسوي ثمانية بيت والعدد الذي انطلقنا منه في النظام العشري كان ناقص عشرة ووصلنا إلى أداد في النظام الثنائي هو واحد 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 سفر واحد واحد سفر إذن سنأخذ نفس الأداد بنفس المطاريات ونرى ما هي الخطوات المتبعة لنصل إلى الأداد في النظام العشري لكن قبل أن نبدأ في التطبيق أذكركم بالتمارين الموجودة على المجمع أسفل الدرس دائما تجدون تمارين محلولة يمكنكم الاستعانة بها لأتدرب على الطريقة بعد مشاهدة الفيديو رابط الدرس في حال كنت تشاهد الدرس على المجمع أو على يوتيوب أو في موقع آخر ستجده في وصف الفيديو على يوتيوب إذن نبدأ بالمطاريات التي لدينا لدينا إن الحجم إن يستوي ثمانية بيت ولدينا العدد الذي نريد أن نحول هو واحد 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 سفر واحد واحد سفر في النظام الثنائي ونريد أن نحوله إلى النظام العشري إذن نسترجع المعطيات التي لدينا لدينا الطريقة هي طريقة المتمم الثنائي لدينا الحجم هو ثمانية بيت ولدينا معطى مهم آخر هو أن العدد بإشارة لأنه على عكس العدد أو العدد في النظام العشري التي يكون واضح هل العدد فيها سالب أو موجب وبالتالي هل هو بإشارة أو بدون إشارة ففي النظام الثنائي يجب أن يؤتى لنا هذا المعطى هل العدد بإشارة ومنطلاقا منه يمكن أن نحدد هل العدد موجب أو سالب في حال قيلنا أن العدد بدون إشارة فمعنى ذلك أنه موجب مطلقا ونتتبع الخطوات التي رأينا في الدروس الأولى لتحويل عدد موجب مباشرة إلى النظام العشري إذن هنا لدينا العدد بإشارة أي أنه يجب علينا أولا أن نحدد هل العدد موجب أو سالب نحدد ذلك اعتمادا على ال MSB لما أنه لدينا هنا حجم أن يساوي ثمانية فمعنى ذلك أن ال MSB هو البيت رقم ثمانية حين نبدأ بالعدد من واحد فيكون هو هذا البيت إذن هنا MSB يساوي واحد أي أن العدد سالب فيمكن أن نكتب مباشرة هنا إشارة الناقص ويبقى للآن أن أحدد قيمة العدد لتحديد قيمة العدد نتبع الخطوات التالية أولا سنقوم بعكس جميع البيتات سنقوم بعكس جميع البيتات حيث مكان الواحد محصل على السفر ومكان السفر محصل على الواحد أي أننا نقوم بإنشاء المتمم الأحادي إذن مكان السفر واحد ومكان الواحد سفر السفر واحد وهنا مكان الواحد سفر أصفار على اليمين هنا بما أنه ليس بعدها أي واحد يمكن أن أستغني عنها لكن هنا فقط أكتبها للتوضيح والخطوة الثانية هي أن أقوم بإضافة واحد إذن زائد واحد إلى العدد الذي حصلت عليه بعد عكس البيتد أنا أقوم بإضافة واحد فأحصل في النتيجة على في النظام الثنائي هنا واحد زائد واحد هي الصفر وأحتفظ بواحد واحد زائد صفر هي واحد زائد صفر هنا الذي هي أصفر إذن هي واحد وهنا هذه الصفر يمكن أن أكتب بقية العدد كما هي إذن فأحصل على هذا العدد وأقوم بتحويله إلى النظام العشري على أسس أنه عدد موجب فأحصل على أنه يساوي عشر إثنائين زائد ثمانية إذن عشر في النظام العشري وأعود هنا لأكتب قيمة قيمة العدد إذن هو ناقص عشر في النظام أوبس النظام العشري إن هو ناقص عشر في النظام العشري إذن لدينا ثلاث خطوات أول شي حين يعطى لي عدد بهذا الشكل أحدد هل هو سالب أو موجب في حلقة موجب أقوم بتحويله مباشرة في حلقة السالب فأقوم أولا بكتابة الإشارة أو من بعد أحدد قيمته عن طريق عكس البيتات إضافة واحد فأحصل على قيمة العدد التقنية التي رأينا في الدرس السابق يمكن أيضا أن نستغلها لتسريع الحصول على هذا العدد أي نختصر على الخطوات التقنية كانت على الشكل التالي أي أننا يعطى لنا هذا العدد واحد 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 سفر واحد واحد سفر في النظام أثنائي ونريد أن نحدد قيمته في النظام العشري فالطريقة أو التقنية تعتمد على أن ننطلق من اليمين إلى اليسار ونكتب العدد كما هو إلى أن نحصل أو إلى أن نصل إلى أول واحد نقوم بكتابته وما بعده نقوم بعكسه فنحصل على قيمة العدد إذن هنا أولا العدد السالب اعتماد على المطايا التي لدينا يمكن أن نكتب هنا ناقص والقيمة كما قلت سأحصل عليها بهذه التقنية إذن أنطلق من اليمين أكتب العدد كما هو سفر وحين أصل إلى أول واحد أقوم بكتابته وما بعده أقوم بعكسه فما كان الواحد أكتب السفر وما كان أصل أكتب واحد وهنا ذي أربعة أصفار وحين أحول هذا العدد الذي هو يساوي هذا العدد الذي وصلت إليه هنا فسأحصل فعلا أنه يساوي عشر إذن هنا ناقص عشر في النظام العشر الثنائي زائد ثمانية هنا طريقة أخرى لتحويل الآدات التي ممثلة في النظام الثنائي بطريقة المتمم الثنائي تحويلها من النظام الثنائي إلى النظام العشر هذه الطريقة يمكن أن أوضحها لكم على شكل التالي سنأخذ نفس العدد إذن لدينا العدد بنفس المطايات أن يساوي ثمانية لدينا العدد واحد واحد إذن لدينا العدد واحد 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 سفر واحد واحد سفر في النظام الثنائي الثنائي نريد أن نحوله إلى النظام العشري فالطريقة تعتمد على التالي بعد أن أحدد أحدد أو أخذ فقط البيتات التي لا تنتمي إلى المس بي هنا بما أن الحجم يساوي ثمانية بيت فهي ثمانية فهي سبعة بيت والبيت الثامن هو المس بي فأقوم بتحويلها مباشرة إلى النظام العشري أقوم بتحويلها مباشرة إلى النظام العشري دون أن أمر بأي خطوة من هذه الخطوات فلقمت هنا بتحويلها سأحصل على إثنين زائد أربعة زائد ستة عشر زائد اثنين وثلاثون زائد أربعة وستون لأقوم بعملية أجراء سأحصل على أنها تساوي مائة وثمانية عشر وأقوم بطرح الامس بي واحد ضارب قيمة الامس بي التي هي اثنين والسبع فتكون النتيجة هي مائة وثمانية عشر ناقص مائة وثمانية وعشر هي اثنين أس سبعة تساوي فعلا ناقص عشر في النظام العشري إذن حسنا حصلت على النتيجة باستقدام هذه الطريقة هذه الطريقة أيضا يمكن أن تستغلها أو أن تطبقها لتحويل عدد موجب إلى النظام العشري إذن العدد موجب هو يكون الامس بي يساوي السافر ونأخذ مثلا هذا العدد كعدد موجب سيكون هو السافر واحد 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 السافر واحد واحد السافر في النظام الثنائي بما أن هنا لدينا السافر فهو عدد موجب الامس بي يساوي السافر هو عدد موجب يمكن أن أكتب أنه هو هذه البيتات التي لو قمت بتحويلها فهي 118 نعقص قيمة MSB أو MSB سفر في قيمتها التي هي 27 هنا لدي أي عدد مضروف في السفر هو السفر إذن هنا يبقى 118 في النظام العشري طريقة يمكن أن تتبعها في حال كان العدد موجب أو سالي بتحويل عدد من النظام الثنائي إلى النظام العشري في حال كان ممثل بطريقة المتمم الثنائي يمكن أن تختار أي طريقة من هذه الطرق سواء هذه الطريقة بالخطوات الرسمية لنقل أو هذه التقنية أو هذه الطريقة في حال لم تحدد لك ما هي الطريقة التي يجب أن تتبع لتحويل عدد من النظام الثنائي إلى النظام العشري في حال كان الممثل بطريقة المتمم الثنائي إذن بهذا أكوني انتهيت من هذا الدرس كما قلت التمارين الخاصة به تجدونها على المجمع أسفل الدرس مصحوبة بالحلول الخاصة بها نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء